الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله دقه وجله اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفرت بالعظمة والجباروت ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لا تحول ولا تزول لا تغيب ولا تفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا اللهم نحمدك حمدا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم لك الحمد كثيرا اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا اللهم أنت العالم بكل حال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصي السحرة وأعوانهم عددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد اللهم اهلك أقواهم اللهم اهلك أعتاهم اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم أهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم أهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا اللهم اقتلهم بذدا فإنهم لا يعجزونك اللهم أهلك هم هلاك عاد وثمود اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط اللهم أرجمهم بحجارة اللهم أرجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عندك من الشياطين غير بعيد اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم لا تجعل لهم من باقية اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم ويذيقوهم عذاب الحريق اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء اللهم وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم أغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم أرسل عليهم أنجما ثاقبة وشهبا حارقة وصواعق قاتلة وصواعق قاتلة مدمرة اللهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم زلزلهم زلزالا شديدا واكبتهم والعنهم لعنا كبيرا اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا اللهم ارهقه صعودا اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما والزقوم لهم طعاما واسقهم حميما اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم فزعهم تفزيعا وحل بينهم وبين ما يشتهون وحل بينهم وبين ما يريدون ويبغون اللهم قتلهم تقتيلا اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا اللهم صب من فوق رؤوسهم الحميم اللهم اصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون اللهم اصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون اللهم احرق بنار تأتيهم بغته لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم واجعلهم حصيدا خامدين اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم لا تبق منهم أحدا أبدا اللهم صب عليهم سوط عذاب اللهم اجعلهم كهشيم محتضر اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجرهم سلاسل وأغلالا وسعيرا اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجرهم سلاسل وأغلالا وسعيرا اللهم حرق من أذبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر اللهم وصله سقر اللهم لا تبقي منه ولا من جنده أحدا ولا تذر اللهم اخسف بهم الأرض اللهم ارسل عليهم حاصبا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة اللهم أنزلهم من صياصيهم واخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلة صاغرين اللهم اكسر ملكهم واقسم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين اللهم اقضل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحارة يا قوي يا متين اللهم حل كل مسحور اللهم حل كل مربوط اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أنت عضدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة وخدامهم وحراسهم وكبرائهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ومن عقدهم وأسحارهم وأسلحتهم اللهم ابطل كل سحر مرشوش اللهم ابطل كل سحر مرشوش اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان اللهم ابطل كل سحر على المبايض والأرحام اللهم ابطل كل سحر في جثث وعظام اللهم ابطل كل سحر في الجماجم صنعه اللهم ابطل كل سحر ملموس اللهم ابطل كل سحر ملبوس اللهم ابطل كل سحر بالمصافحة تم اللهم اغطل كل سحر عبر الهاتف صنعه اللهم اغطل كل سحر من بلد بعيد صنعه اللهم اغطل كل سحر بآية عكسوها بآية حرفوها اللهم اغطل كل سحر امتهنوا فيه كتابك اللهم اغطل كل سحر حركته الرياح اللهم اغطل كل سحر في جبل اللهم اغطل كل سحر في جبل أوغار اللهم إنا نعوذ بك من غدرهم ومكرهم اللهم إنا نعوذ بك من حقدهم وحسدهم اللهم إنا نعوذ بك من شدة بطشهم وتربصهم ومتابعتهم وتجديدهم اللهم إنا نعوذ بك من صبرهم وصبر شياطينهم واستماتتهم اللهم إنا نعوذ بك من استماتتهم وشهواتهم وزيغهم وضلالاتهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله الذي هو حسبنا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله اللهم قاتل السحرة الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويؤذون عبادك وإماءك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم ولق الرعب في قلوبهم اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم يعننا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر هدانا إلينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم بصر كل مسحور بسحره اللهم بصر كل مسحور بمكان سحره اللهم بصر كل مسحور بدائه ودواعه ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنت رب المستضعفين أنت رب المسحورين المستغيثين بك وحدك في كشف البلاء في كشف الكرب وفي كشف الغم وفي كشف السحر يا أرحم الراحمين اللهم فأنزل رحمة من رحمتك التي وسعت كل شيء وشفاء من شفائك على كل سحر فيبطل اللهم أنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيحرق على كل سحر فيخرج على كل سحر فيبطل ويفسد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك عليك توكلنا فاكشف البلاء اللهم اكشف اللبلاء اللهم اكشف كل بلاء اللهم بصرنا بالداء والدواء اللهم بصرنا بالداء والدواء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا